لما الاتحاد المصري لكرة القدم يشعر بالتقدير لأداء النادي الآلي وحسن تمثيله للكرة الأفريقية ومن سمة المصرية فيبعت النادي للتحاد الأفريقي المهندس أحمد مجاهد مزكرة أو بيان تهنئة وإشادة بأداء النادي الآلي اتحاد المصري كرة القدم يبعت إشادة وبيان تهنئة للنادي الآلي أنه بيعبر عن تقديره وشكره للعب النادي الآلي وجهازهم الفني على الأداء المشرف والصورة الطيبة التي ظهر عليها الفريق في بطولة كأس العالم كأس العالم ألاقي نجم كورة كبيرة زي أحمد حسن ميدو بنقضى الرأيه وبنهتم بما يصدر عنه يقوم كاتب اللي أنا هقوله لك على صفحته أول مرة في حياتي أرى بيان تهنئة من اتحاد كرة لفريق خسر في بطولة أي عقل يقول أن اتحاد الكرة يصدر بيان تهنئة للنادي الآلي عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ أنتوا رجعتون 30 سنة الوراء ده ساعة ما كانوا هم في كاسب العالم يعني ما هو أشوف هنعتبره يعني أن الراجل يتطلع إلى تطول غير موجود دي فقعة الوهد هو أنت هل أنت يا كابتن ميدو أنت نفسك قلتك صعب أن أنت نفسك و أنت بتقيم أن ما ينفعش أن نقول أن الآلي ولا باير يكسب لكن إذا كسب الآلي هتبقى مفاجأة المفاجآت و هل هو مطلوب أن احنا في الله معقول نعتمد على مفاجأة المفاجآت ولا الطبيعي عندما يحدث هذا نشوف حجم الخسارة المتوقعة خلص لأن أنا هجهز لك فيديو أحمد حسان ميدو نفسه بقى بعضمة لسانه وهو بيتكلم مبارح على هذا الأداء الرجولي من النادي الأهلي هل لما أحمد حسان ميدو يقول ده مبارح ويشيد هو كان بخطب الجمهور لكن هي حلال على ميدو حرام على مجاهد يعني حلال لميدو أنه ياخد البنت ويشيد بالأداء ويشكر لعبة الأهلي وحرام على اتحاد الكورة وأحمد مجاهد أنه من يشكره الأهلي تقبل عشان هنعرض فيديو منه لا بس أبل ما تقول كده أنا بس عايز أرجع تاني للحاجة اللي الناس كلها مش عايزة ترجع لها لماذا تمارس الرياضة أيوة يا جماعة أولنا ميت مرة أن الرياضة أنت مش بتنتصر على المنافس أنت بتنتصر على نفسك على نوع الضعفك على غلك على انهيارك لما تخسر على غرورك لما تكسب على انكسارك وإحباطك وعدم قدرتك على بذل الجاه والشعار اللي اللي بيقولك المهم المشاركة المهم بذل غاية الجاه غاية الجاه دي في حد ذاتها هو الهدف من الرياضة يا جماعة فلما ييجي اتحادك وراء يرى أن النادي الأهلي عمل غاية الجاه ويقوله أهو كده برافو عليك دي تزعلك يا كابتن ميدو أنت رجل احترفت وشفت وعرفت يعني إيه فوارق بدنية وفنية وعرفت يعني إيه أنك أنت طمحنا للمتخب لما راح لعب قبل كده أنا عايزة أسأل سؤال يعني إحنا النهار ده باين بيونخ ده مش يعطبر لأنه في المتخب الألماني هو خمسة منه في تشكيل المثالية الكاسة للعالم طب في المتخب الألماني هيكلو 90% من باير طيب في نادي مصر يقدر يلاعب المتخب الألماني يعني عايزة السؤال ويتوقع إذا ما فسي يعني أو إذا خسر واحد أو اثنين إنه ما يتسقفلوش بزالت جهدك هو ده عملت إيه انكسرت احبط بزالت جهدك جالك جون مبكر عمل فيك إيه غير شخصيتك هل أنت أحسنت أنك أنت يتقلق برابو على روحك العالية وبرابو على أدائك وبرابو المنافسة قال كده والمحايدين قالوا كده وعايزين نسمع ميدو هو بيقول كده وإنت قلت كده بس رجعت يعني حد أكلمك أو غيرت رأيك ليه معرفة طيب نشوف أحمد حسين ميدو في قناة النهار في برنامجه إزاي شاف أداء الأهل يا جماعة في البطولة إزاي شاف أداء الأهل في هذه المباراة وإزاي شاف أن العالم كله كان منتظر إيه من لعبتي النادي الأهل هل لعبتي النادي الأهل ظهروا بالمستوى اللي يخلي اتحاد الكورة المسؤول عنهم واللي هم ممثلين ليه ومن ثم بالاتحاد الأفريقي يشيد بيه كمان هو أنت عايز اتحاد الكورة يتجاهل هذه المباراة ولا يعالق عليها في حين يقرب نفسه إشادة الاتحاد الأفريقي وإشادة الاتحاد الدولي يطلع هو يقول إيه بقى عايزه يقول إيه أو يتجاهل لا ده غلط أنه أشاد بالأهل النهاردة الأهلي بيخسر 2-0 من باير مينخ في ماتش السيمي فاينال لكاس العالم للأندية والحقيقة في ماتش ما نقدرش نقول إلا أنه نتيجة كويسة نتيجة يعني اللي أول مرة ممكن بيكون فريق مغلوب وتقول النتيجة كويسة طبعا مقارنة بحاجات كتير أو نظرا لحاجات كتير نظرا للفرق الفني الكبير ما بين الفريقين نظرا لأن دي فريق باير مينخ فرقة في الموسم الماضي تعتبر اكتسحت كل الفرقة الكبيرة يعني كل الفرقة خادت سكور خادت سكور سكور منها فالنتيجة تعتبر بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة لأي حد بتعكورة لو ما حد يبص على النتيجة أنا باير مينخ كسب الأهلي 2-0 يعني أوكي نتيجة كويسة على مستوى القتال والروح لعبة الأهلي قتله ولعبه بروح عالية جدا وده متوقع طبعا كل العالم بتفرج على على المباراة اللعيبة وهي دي من ثلاثة وهي دي عقلية اللعيبة اللي موجودة في الأهلي إن هما بيقتله فلعبه مباراة من ناحية الروح مباراة جيدة جدا كل اللعيبة بالقاتل كل اللعيبة تنوت نفسها كل اللعيبة في الكوار المشتركة رجالة كل اللعيبة في الكوار التانية رد فعلهم رد فعلهم جيد جدا ده بالنسبة اللي مطش الأهلي وبارم النسبة للنتيجة وبالنسبة للمنتالتي أو العقلية والروح والرجولة اللي جمهور الأهلي مستنيها من اللعيبة ومن الفرقة طيب يعني شوفنا ميده نفسه قال لك لكن لو هنيجع على مستوى الأداء وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى التنظيم لعبة النادي اللي قال لي قدت أداء رائع جدا العالم كله كان منتظر إيه غير كده في التأكيد والاعتراف بالفوارق الطبيعية بين الكرة الأفريقية والكرة الأوروبية اللي ميده لعب فيها كتير وعارف مستوياتها وقال كتير أنه عندنا صعوبة كتيرة وحتى محمد صلاح الناس انتقادته لما تكلم على المنتالة وعلى الاسكولز الناس فكرته أنه هو بيقلل من وضعنا أو بيقلل من مستوى الكرة المصرية لا هو كان بيتكلم على المستوى اللي وصلت للكرة الأوروبية اللي نحن نفسنا لهذا المستوى غير كده بنحاول وبنحاول نكتسب خبرات بس محدش يكون فاكر أو فاهم أنه في لحظة واحدة أو في مراه واحدة هنختصر الفوارق دي المباراة دي بالذات فتحت عينينا وعينينا المسؤولين ضروري على حاجات كتير لازم تتعامل بقى طيب